إذن أعزائي المشاهدين تمثل المتاحف تاريخ الآباء والأجداد وماضيهم بل والحاضر للجيل الحالي يتعرف من خلاله إلى طبيعة الحياة التي عاشوها والظروف الصعبة التي مروا بها وتعد هذه المتاحف كنزا لحفظ تاريخ الشعوب وحياتها من خلال القطع المعروضة نتابع التفاصيل في التقرير الآتي بين أروقة المتاحف نرى إرثا أصيلا ملموسا يعيدنا لحياة الأجداد والآباء ونشاهد كيف كانت طريقة معيشتهم وكيف كانت تمضي الحياة بهم فالمتاحف جدران مهمة لحفظ التاريخ وصونه القطع الأثرية التي تحتفظ بها المتاحف وتبرزها تروي لنا التاريخ القديم والتراث الذي نعتز ونفخر به فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل تحمل القطع الأثرية معالم تاريخية من الزمن القديم ومن خلالها نرى حقبا زمنية متنوعة توثق القطع الأثرية تاريخ الدولة ومسيرتها الحضارية وحفاظنا عليها يعزز الهوية الوطنية فهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الدولة وتعد القطع الأثرية دليلاً مادياً وملموساً للتاريخ وتجسد لنا هذه القطع الأحداث التي مرت بها الدولة موسيقى معرفة الإنسان ماضيه وحاضره يمكنه من صوق مستقبله ومستقبل الأجيال من بعده تسعى إمارة الشارقة إلى منح جزء كبير من اهتمامها للمتاحف التي تعد جدراناً تحمل في طياتها قطعاً أثرية وتاريخاً عميقاً موسيقى عدنا لكم من جديد مشاهدينا تحظى المنطقة الشرقية بكوكبة من الكفاءات والطاقات في مجالات متعددة وفي حديث المساء اليوم نستضيف أحد أبنائها ممن تميزوا وكان لهم حضورهم الشخصي والوظيفي ونلقي الضوء أكثر على جوانب مختلفة من حياته وشغفه بالقراءة والبحث العلمي يسعدنا في هذه اللحظة أن نرحب بالدكتور أحمد راشد النقبي كاتب وباحث في المجال القانوني مساء الخير دكتور والحقيقة نشكرك عن توجدكم اليوم معنا في برنامج حديث المساء وبما أن بداية العام الجديد كلمتك بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم و بالمشاهدين و بقناة أشعقية طبعا نبارك لكم حلول هذا العام الجديد إن شاء الله عام مفعب بإذن الله إن شاء الله بالتفاؤل و بالإيجابية و بالسعادة إن شاء الله و بالتميز و كأننا نرتقي إن شاء الله إلى درجات أرقي و التميز كما نحن تعلمناه من قادتنا و في دولتنا إن شاء الله عاما مضى إن شاء الله بكمية إنجازات نرتقي بها إن شاء الله في هذه السنة بصفحة جديدة نستكمل ما مضى من هذه الإنجازات و هذه المخرجات الاحتفاظ بها إن شاء الله و تطويرها و الوصول إن شاء الله إلى ما تصب به بإذن الله صفحة جديدة من الإنجازات و من أبناء الوطن المخلصين إذن دكتور أحمد الحقيقة ذكرت في المقدمة أن المنطقة الشرقية تحظى بكوكبة من أبنائها المتميزين و أنت لك بصمة في هذه المنطقة و نود في برنامج حديث المسابي أن نسلط الضوء على هذه الكوادر الوطنية في المنطقة الشرقية إذن دائما لمسقط الرأس أثر على شخصية الإنسان و مدينة خورفكان حاضرة للدكتور أحمد النقبي كيف هي خورفكان و كيف أثرها عليك؟ مدينة خورفكان هذه المدينة الساحرة و كما قيل عنها من الزوارة و أطلق عليها عروس الساحر الشرقي و هي كذلك هي مدينة السحر و مدينة الجمال و دائما هذه المدينة مدينة ولادة و هي مدينة المواهب و نوع نحن من الفنانين و من الموهبين و من المبدعين من جميع المجالات في كل مجال ترى من أبناء هذه المدينة له باع و إبداع فيها و كما تعلمون هي فوق أنها من أهلها المبدعين و الطيبين هناك كذلك كالجمال في الطبيعة الخلابة و في يعني هذا ما يحيط بها من هذه الجبال الشاهقة و المناظر و التاريخ الأصيل و من تاريخ الأجداد و يعني ما تعلمنا منهم من الصبر و من التضحية و من الفداء و تناقل هذا الأرث من الأجداد إلى الأباء و إلى الأبناء و إن شاء الله إلى الجيل القادم و يكفي أن من رسم لوحتها و بريشة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطاب محمد القاسمي و يعني جعل هذه المدينة جمالا و زادها جمالا فوق جمالها لكن ما سركم يعني هذا الإبداع لديكم في خور فكات باعتقادك كما ذكرت هو هذا التاريخ المتأصل في الأجداد الذين حافظوا على هذه المنطقة و هذه المدينة و يعني من جذورهم و هم انتهنوا هذه المهنة اللي هم في جذورهم بتاريخ هذه المنطقة من الصيد و من الزراعة و حافظوا على بيئتهم و اهتموا كذلك بالعلم و بالثقافة و بالصبر و دائما هم يمتازون بهذا الصبر و بهذه سعة البال و الوصول و الطموح دائما فتراهم دائما متميزين نرى الآن الفعاليات الثقافية الملتقيات الورش الاهتمام بالنشأ من الجيل الأطفال إلى الشباب اليافعين الكبار حتى كبار السن الكل ما شاء الله مفعا بهذه الحيوية و هذه الطموح دائما ما يطمحون إلى تقديم شيء يعني لرد جميل هذا الوطن سواء بالعمل المثبر بالمخلص بالإخلاص بالوفاء و الانتماء لهذا الوطن المعطاء و نرى سبحان الله نتاج و حصاد هذا الجد و هذا الاجتهاد بهذه المواهب و هي مدينة و اللادة حقيقة نسعد بكم و بإنجازاتكم و تمييزكم دكتور أحمد و بأهالي مدينة خرفكان إذن نتحدث اليوم عن الدكتور أحمد لابد من أن العائلة و الأصدقاء و القرب له أثر على شخصية أحمد كيف أثر العائلة و صغرك دائما يعني يبدأ النشأ السليم من الأسرة و هي الأساس إذا كان هناك صلاح في الأسرة يصلح المجتمع الحمد لله إذا بدأ التأسيس من قبل الوالدين و هذا ما رأيته من والدي رحمه الله و من والدتي في كيفية زرع حب العلم و حب الوطن و الاهتمام بالأمور التي تجعلنا نذهب في الطريق السليم و القويم من خلال الغرس هذا حب الصلاة حب القرآن حب أو السعي لأننا نختار الصحبة الصالحة أن نركز على العلم و على الدراسة و التطور و التميز في جميع المجالات منذ الصغر منذ عوز حب القراءة و كذلك حب الأسرة حب الأخ و الأخت و الحفاظ على نراهم و هم كيف يبرون بوالديهم و نحن نتعلم منه فهم ركزوا على التعليم بالقدوة و هو خي و هدية يقدمها الوالدين للأبناء التعليم بالقدوة من هي قدوتك دكتور أحمد لأن كل شخص قد يحتوي بشخص معين كيف هي القدوة لديك والله يهم القدوات كثر و خاصة في دولتنا الحبيبة و لكن يكفينا فخرا أن نرى أو أن نحن محظوظون بهذا القائد المحنك القائد الملهم صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي و هو قدوتنا جميعا و هو محبوب من الجميع الكبير و الصغير و المواطن و المقيم داخل الدولة و خارج الدولة مكارمه وصلت إلى كل مكان في العالم و كرمه و علمه و ثقافته و كيف أنه يرسم كل أدق أدق التفاصيل بفكره و مع قرنته الشيخ جواهر و كيف أنهم يرغبون في أن تتماسك هذه الأسرة و يبدأ و يمكن الإنسان منذ الصغر لكل جوانبه من العلم من الثقافة من الأمور الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الرياضية و الصحية و الله لكل تفاصيل نحن يمكن ربما تفصيل أو جانب واحد و لا نقدر أن نتحمل هذا الجانب فقط و كيف في مسؤولية كبيرة على عاتق و كحاكم للإمارة و من ثم على كل فرد من أفراد هذا المجتمع يهتم به بأدق التفاصيل و بكل الجوانب و سبحان الله يعني يغرس فينا هذه المكارم و هذه العطاء و يقدمه لنا فيصبح كأنه يعني هو كأننا جعلنا في مجتمع واحد كأسرة واحدة و هو والدنا و والدتنا الشيخ جواهر بهذه الفكر و هذه العطاء الذي يقدمه و الحقيقة نحن أبنائهم و كل هذه الجهود المبذولة بإذن الله لن تضيع و لن تذهب سودا لأن بإذن الله أبناء الشارقة يحملون هذه الراية و سيستمرون و سيجنون هذه الثمار من تعبي سموه و قرنته إذن الدكتور أحمد شغوف بالقراءة محب القراءة متطلع هذا الشغف يعني لابد بأن هناك قاعدة متينة غرست في هذه الأسرة و أحب الإنسان القراءة دائما القراءة صعب جدا على شخص لا يستهويها و صعب جدا على شخص يصطنعها فكيف هي القراءة معك؟ كما ذكرت هي التعليم بالقدوة و خير و هدي يقدمه الوالدين لأبناء فهذا رأيتها في القدوة بالتعليم بهذه الطريقة عن طريق والدي و والدتي حفظهم الله و حراحهم الله والدي كان دائما ما يأتي لي بهذا الصحف و الجلات و بالكتوب و كان يعني يجمع بنا في زاوية المنزل ليحدثنا عن كتاب يقرأ أو عن رياض الصالحين كان يعني يوصل لنا رسالة مفادوة أن بالقراءة ستتعلم ستتفقه أمور دينك ستتعلم أمور حياتك ستختار الطريق المناسب لأن ترسم فيها أهدافك لتصل إلى أحلامك و تحققها بالقراءة بهذه الأسرة المتماسكة التي تبدأ من هنا من الأساس ثم بعد ذلك تنتقل إلى المدرسة و إلى الجامعة و إلى المجتمع و إلى المسجد فتبدأ منها خلال هذه الأسرة فهم غرسوا فينا هذا حب القراءة و بالتالي عرفت و تعلمت و تأتيك سبحان الله الحكمة في أن كيفية حل المشاكل كيفية حل المشكلات و اكتشاف حقائق جديدة تتصرف كيف تعايش الواقع و خلال القراءة تفتح لك آفاق جديدة و ترسم لك أهداف تتميز فيها عن الآخرين دائما القراءة تميزك عن الآخرين و عندما تقرأ كتابا ما تصبح شخصا آخر يعني لم تكن كذلك قبل القراءة كذلك عندما يعني خاصة الكتب الآن ليست هي أكوام من الورق الميت و إنما هي رقول تعيش على الأرفف فيعني القراءة هو متعة التجول في عقول الآخرين فبالقراءة تتطور بالقراءة يعني يزداد عندك مخزونك الثقافي تتطور عندك مهاراتك المهنية و العلمية الثقافية مفاعداتك اللغوية حتى أفكارك حتى يعني طموحك دائما لكن أختر و انتقي و أحسن اختيار الكتب و قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت من أنت الحقيقة هذه العبارة بالفعل قل لي من تقرأ أقول لك من أنت لكن اليوم مع كل هذه التغيرات في هذا العصر الحديث و جيلنا الحالي بنظرك دكتور أحمد كيف نعزز و نثري في النشأ الحالي أهمية حب القراءة تائما عندما يعني و ننظر في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم و هو يشجع على القراءة من خلال ثقافة بلا حدود و كيف أن توزعت هذه المكتبات في كل بيت و في كل مكان و مؤسسة و مذيع و حتى للعمالة المساندة حتى لكل الفئات اليافعين هناك كتب توزعت بالمجان لن تراها هذه في أي مكان في العالم أن يكون لكل مكتبة في بيت في كل بيت المكتبة و الهدف و أن يقرأ هذا الطفل و هذا الأب و هذه الأم و هذه الأخت و يتعلمون بعضهم البعض فدائما هذه العادة يعني كما قلت في كتاب قوة العادة هذه العادة إذا أنت أي عادة تقوم بها إذا لم تصبح بها في المستقبل في مكانة أجمل فاستبدلها بعادة تصبح بها أفضل في المستقبل فليس هناك أجمل و لا أفضل من عادة القراءة هذه العادة تؤصلها في الأبناء لأن إذا تأصلت هذه العادة في الأبناء عادة القراءة سيصبحون في الدراسة متفوقين و في المسابقات و سيبرزون ستخرج هذه المواهب يعني شخصيا تعلمت الصياغة التعبير التلخيص يعني كنت فيها متميزة عن أقراني بهذا الأمر لأن القراءة هنا الذي فرق في هذا الموضوع كيفية أنك تستفيد في هذه القراءة لتفيد بها نفسك في تطوير مهاراتك و تطوير مواهبك و تصل بها إن شاء الله إلى مستقبل الأفضل نعم إذن دكتور أحمد أنهيت المرحلة التعليمية و الأكاديمية إن كانت البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه كلها في جامعات الشارقة في هذا الصرح العلمي المتميز الرائد لكن المرحلة و كل هذه المراحل فيها ربما من التحديات و الصعوبات التي قد تمر على الطالب و ناهل العلم ما هي هذه التحديات دكتور هل مررت بها؟ هي أجمل شيء في أنك تحقق إنجاز هي تجاوز هذه التحديات لا بد من وجود هذه التحديات و إلا لما كان للإنجاز حلاوة و تذوق هذه التحديات و تتواجهها و تتجاوزها هنا تحس بقيمة هذا الإنجاز فدائما الدراسة و العلم و الثقافة و الوصول إلى أي هدف تطمح إليه ستعلم أنك ستخوض هذه التجارب بتحدياتها و صعوباتها لكن الأجمل كيفية مواجهة هذه التحديات ليس بالإحباط و ليس دائما حتى إذا أنت وقعت في أي مرحلة فيها سقوط أو فيها أنك تتعلم من هذا الخطأ مثل رمية السهم عندما ترجع إلى الخلف هي هذه الانطلاقة بالأمام هي الانطلاقة بسرعة الصاروخ للوصول إلى هدفك الذي ترسمه فخلال التحديات التي واجعتها في جامعة الشارقة طبعا كل المرافق و المكتبات و المراكز البحثية و المختبرات موجودة و متوفرة و فيها كل مكامن للبحث عن المعلومة في جامعة الشارقة لكن هي اختيار الموضوع الخروج ببحث رصين و منهج كما يريد سلطان كوصية و الصانع للباحثين أن ننتقي البحث رصين الممنهج الأصيل المتفرد و الذي يقدم إضافة و ليس يعني بعض البحوث الذي شبعت بحثا و دراسة و إنما بحث أصيل و إضافة جديدة و هذا ما كان ضمن التحديات أنك تبحث و تبحث و تصل ثم يعني يقال لك أن هذه معلومة موجودة و شبعت بحثا و أبحث عن جديد فهذا كان تحدي و الحمد لله هي المتعة تأتي في البحث لتصل إلى هذا البحث و أصيل إذن نتحدث عن هذه الإصدارات دكتور أحمد لك عدة إصدارات نتحدث عن إصدارك الأخير تحت عنوان الحق في السكن اللائق وفق موافق المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية هذا الإصدار لله الحمد و المنا الذي صدر في معرض الشارقة الدولي الكتاب الفائت الدولة الواحدة و الأربعين كانت هي يعني بسبب أن عملي في برنامج اسكان الشارقة و الحمد لله و وصلنا إلى عشر سنوات من إنشاء البرنامج فكان حريم بأن يعني أقوم بتوثيق و إجراء نقد للموضوع الجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان حمد قاسمي في تطرير منظومة الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة و كيف أن لصاحب السمو هذه المبادرات التي تفرد بها و إمارة الشارقة التي تفردت بها عن غيرها أو أتى تسابقت فيها على دول كبرى في كيفية أن نطور هذا المنظومة منظومة الإسكان الحكومي و كيف أن نعزز الاستقرار الأسري كيف هناك وجود إسكان طارئ و وجود يعني مبادرة إسناد و وجود بعض المبادرات التي تم ذكرها و بعض التوصيات و تم توثيقها كإيصال ثقافة الإمارة الشارقة في اهتمامها بين الإنسان و الإسكان كذلك نصدرها إلى العالم و لنبرز هذه الجهود في هذا الكتاب الحقيقة تجربة و منظومة مدروسة في إمارة الشارقة حول المسكن هذه المساكنة بالفعل فيها الدفع الأسري و كما ذكرنا في بداية حديثنا بأن صاحب السمو و قرنة حرصوا و أن تكون هذه الأسرة محتضنة بين جدران و بين ثقافة و أولوية و هذا بإذن الله ما نراه الآن و يرى النور في الشارقة إذن دكتور ننتقل إلى إصدار آخر مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي و الإنساني و دولة الإمارات العربية المتحدة هي نموذج في هذه الأمر دائما أبحث في إصداراتي في هذه الإصدارين عن شيء ينقص المجال العلمي أن ندرأ الكتابة فيه فرأيت في القانون الدولي الإنساني و كيفية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بإنسانيته و مراقفها و مساعداتها الخارجية و مقولة صاحب السمو و رئيس الدولة حفظة الله و عاشيخ محمد بن زايد لا تشلونهم هذه كانت يعني معيار لهذا الكتاب بمواقف الدولة الإنسانية التي تسجل بأحوف من ذهب في يعني توثيق هذا المجال و كيفية أن دولة الإمارات واعت هذه الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و وضعته موضع التنفيذ من خلال آليات و من خلال هيئة الهلال لحمة من خلال نشر هذا القانون الدولي الإنساني بين فهد المجتمع و بين المداوسي و بين الجهات لتقدم نموذج يحتذى به في المجال الإنساني على مستوى العالم و تصبح دولة الإمارات إنسانية بامتياز و في المركز الأول في هذا المجال نعم إذن دكتور أحمد النقبي الحقيقة مر الوقت و نستشعر به لكن سعداء بتواجدك اليوم معنا في برنامج حديث المسار نسلط الضوء على هذه الكوادر الوطنية من أبناء المنطقة الشرقية الحقيقة دكتور أحمد لك مبادرات مجتمعية لك حضور بارز في مدينة خورفكان و كل مناطق إمارة الشارقة سعدنا باللقائك و كلمة أخيرة على عجالة بما أننا نحن في سنة جديدة فنطمح دائما بالعزيمة و بالإصراع و المقبلين على تحديات هذه نواجهها بالتفاؤل و بالإيجابية و بالسعادة دائما جميل هذا الوطن يجب أن نرده بجميل صنائع الإنسان بعلمه و ثقافته و يستزيد من العلم و يعني ينهل من الثقافة و من مراكز المنتشرة في الدولة لنصل إلى أن نكون أفضل من السابق و بعام إن شاء الله قادم مقبل وهذا العام بتميز و إن شاء الله اعتقاء و للوصول إلى مصاف الدول دائما متقدمة و نوفع وعد دولة المارات عالية وفاقية نتمنى لك مزيدا من التوفيق و النجاح دكتور أحمد رشد النقبي كاتب و باحث في المجال القانوني شكرا لك شكرا لكم إذن أعزائي المشاهدين من هذا اللقاء وصلنا لختاب حلقتنا لهذا اليوم و يمكنكم متابعتها عن طريق منصة و تطبيق مرايا التابعي لهئة الشارقة للإذاعة و التلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية و ذلك عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية إذن على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة بإذن الله تقبلوا تحياتي أنا عايشة زعابي و تحيات فريق عمل برنامج حديث المساء مع السلامة اشتركوا في القناة